عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعاً مع عدد من مساعد الوزير والقيادات الأمنية وذلك لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين وخلال الاجتماع تم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأشار وزير الداخلية إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات ناجمة عن تدعيات الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع كفة أجهزة الدولة كان لها بلغ الأثار في تحقيق الاستقرار في الأسواق كما تابع وزير الداخلية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد